اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج تريند شو وإياكم أبرز العنوين المحلية والعربية وأيضا العالمية ونبدأ معكم أولى أخبارنا لهذا المساء حيث زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يوم أمس الأحد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حيث اطلع جلالته على التحديثات في التدريب والتأهيل والخطط المستقبلية وأكد التزام القوات المسلحة بتزويدها بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا واستمع جلالة الملك إلى إجاز حول الخطط العملياتية واللوجستية وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعزيز المنظومة الصحية وعبر عن ثقته بقدرة القوات المسلحة على حماية الوطن بمهنية واحترافية وننتقل إلى خبرنا التالي حيث هنأ سمو ولي العهد بإدراج موقع أم الإجمال كموقع سابع للمملكة الأردنية الهاشمية على لائحة التراث العالمي بجانب البتراء وقصر عمراء وأم الرصاص ووادي رم والمختص والصلت وذلك خلال الاجتماع الـ 46 للجنة التراث العالمي في الهند ونشر الأمير حسين عبر انستجرام أم الإجمال الموقع الأردني السابع على لائحة التراث العالمي لليونسكو مبارك للأردن وأيضا مشاهدين الكرام في خبرنا التالي وكان وزير السياحة والآثار قد تحدث يوم أمس الأحد في مؤتمر صحفي عن إدراج أم الإجمال على لائحة التراث العالمي لليونسكو وقال إن إدراج موقع أم الإجمال على لوائح اليونسكو للتراث العالمي سببه السمعة الطيبة للأردن والقيادة الهاشمية وأضاف اليوم عندما نتحدث عن إدراج موقع على لوائح التراث العالمي يعني ذلك أنعكاس العالمية على هذا الموقع ويعني ذلك رفع هذا الموقع إلى مستوى العالمية وعندما نتحدث عن القيمة الاستثنائية العالمية لأي موقع يتم إدراجه على لوائح التراث العالمي نتحدث عن قيمة عالمية تتعدى الحدود الوطنية وهذا ما حدث في أم الإجمال وما سبقها من مواقع أدرجة على لوائح التراث العالمي وننتقل مشاهد الكرام إلى خبرنا التالي حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إطلاق رابط جديد على موقعها الإلكتروني لتوعية المترشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية يتضمن الرابط معلومات شاملة عن أحكام الدعاية الانتخابية مواقع لجان الانتخاب وأيضا مواقع استقبال طلبات الترشح ودليل الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية دعت الهيئة جميع الراغمين في الترشح إلى زيارة الرابط للاستفادة من المعلومات وتجنب الأخطاء عند تقديم طلبات الترشح وننتقل مشاهد الكرام إلى خبرنا التالي حيث أعلنت إدارة مكافحة المقدرات في مدرية الأمن العام عن إحباط محاولتي تهريب 600 ألف حبة مخدرة والقبض على 12 متورطا في القضية الأولى ضبطت 400 ألف حبة مخدرة حاول شخصان إدخالها إلى المملكة وفي الثانية ضبطت 200 ألف حبة مخبأة في مركبة شهن كما نفثت الإدارة حملة أمنية في البادية الوسطى مما أسفر عن القبض على أربعة أشخاص وضبط كميات من الحبوب المخدرة الحشيش وكوكاين وفي عمليات أخرى تم القبض على متورطين في البلقاء والطفيلة والمفرق وضبط كميات إضافية من المخدرات وننتقل مشاهد الكرام إلى خبرنا التالي حيث أعلن مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس التعليم العالي وافق على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة على مستوى الدبلوم المتوسط البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير لتلبية حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2024-2025 بشرط اعتمادها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وأكد الخطيب أن المجلس رفض طلبات استحداث تخصصات راكدة أو مشبعة مشيرا إلى أن لجانا مختصة ستجري دراسات معمقة حول طلبات استحداث برامج الدكتوراه لضمان جودة المخرجات وتلبية حاجة سوق العمل الأردني وننتقل وإياكم مشاهد الكرام إلى خبرنا التالي حيث أكد مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان رصد زلزال بقوة 4.7 رختر فجر يوم السبت جنوب مدينة جدة السعودية وأوضح سويدان أن مركز الهزة كان في منطقة البحر الأحمر بعيدا عن الأردن ولا تأثير لها على البلاد كما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بتسجيل زلزالين في منطقة البحر الأحمر بالقرب من سواحل السعودية والسودان وننتقل وإياكم إلى خبرنا التالي حيث تترأس صاحبة السمو الملك الأميرة سارة بن فيصل الفريق الأردني مشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 20-24 حيث حضرت الأميرة منافسات اللاعبين الأردنيين منذ اليوم الأول مشجعة إياهم على الالتزام بتعليمات اللجنة الأولمبية الأردنية ومؤكدة على أهمية تسهيل كافة أمورهم واحتياجاتهم لتحقيق أفضل أداء ممكن وننتقل أيضا إلى خبرنا التالي ونبقى أيضا مع الإنجاز الأردني حيث نجح لاعب منتخبنا الوطني للملاكم البطل زيادة عشيش في تحقيق فوزا مستحقا على بطل النسخة الأخيرة من بطولة العالم ليحجز مقعده في دور الستعاش من المنافسات حيث تمكن من تعويض خسارته في نزالين سابقين أمام اللاعب الكازاخستاني ليفوز عليه الأحد بنتيجة ثلاثة اثنين وننتقل إلى خبرنا التالي حيث شارك فريق التسلق الجبلي التابع لمدرية الاتحاد الرياضي العسكري الأسبوع الماضي في بطولة العالم العسكرية للتسلق من أجل السلام نظمها المجلس الدولي للرياضة العسكرية CISM في روسيا بمشاركة 13 دولة ووصل فريق القوات المسلحة الأردنية لأعلى قمة جبل البروس وهي أعلى قمة في جبال القوقاز الواقعة في روسيا بارتفاع 5,416 مترا ويحتل المرتبة العاشرة عالميا ورفع الفريق المشارك من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العالم الأردني وصورة جلالة الملك وولي عهده الأمين وجلالة المخفور له الملك حسين بن طلال من أعلى قمة جبلية في روسيا وننتقل إلى خبرنا التالي حيث أعلن نادي الرمثة يوم الأحد عن فك عقوبة الحرمان من تسجيل اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم للموسم القادم 2024-2025 وأوضح النادي في بيان مقتضب أن فك العقوبة جاء بعد تسوية مستحقات مالية لعدد من اللاعبين السابقين الذين تقدموا بشكوى ضد النادي وننتقل مشاهد الكرام إلى خبرنا التالي حيث حقق الفلسطيني بلال محمد فوزاً مثيراً على البريطاني ليون في النزال الرئيسي UFC 304 ليتوج بطلاً لوزن الوسط في الفنون القتالي المختلطة فاز محمد بالنقاط وبإجماع الحكام بعد أداء قوي اعتمد فيه على الضغط المستمر والهجمات الذكية رغم صعوبة الجولة الثانية التي كاد إدواردز ينهيها بالإخضاء ومع ذلك الفوز سجل محمد فوزه الحادي عشر توالياً ليواصل مسيرته المتميزة منذ يوناير 2019 وننتقل إلى خبرنا التالي حيث كشفت شبكة سكاي سبورتس أن المحادثات بين جنوى الإيطالي وحارس مانشستر يونايتد السابق ديفيد ديخية انهارت بعد أن كان قريبين من التواصل إلى اتفاق وذكرت أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود ليظل الحارس الإسباني بدون فريق منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الصيف الماضي رغم تلقيه عروضاً أخرى أبرزها من دور روشن السعودي وشأن الكرام إلى هنا تنتهي معكم أخبارنا المحلية والعربية وأيضاً العالمية بإذن الله نوقاكم بحلقة أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة